موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ومعاكم مس أمال عمر والطلب مني كتير ان انا ابدأ في كتاب Time for English لبرايميري 4 و 5 و 6 فأنا قررت النهاردة ان شاء الله ألبي طلباتكم ورغباتكم ونبدأ مع حبيبي Primary 5 و Time for English يلا بينا نبدأ مع بعض وان شاء الله هكمل بقية المناهج اللي بتفرج علي ومتبعني فضلنا حاجات بسيطة في كل سنة كده في التيرم الاول ان شاء الله نخلصها مع بعض وقبل نخلص كل المناهج التيرم الاول هكمل تيرم 2 بإذن الله طيب يلا بينا احنا قلنا هناخد time هنبدأ time for English بتاع primary 5 واول حاجة هناخدها classroom language Do you remember unit 1 at the campsite دايما بقول لحبيبي اللي متابعيني ان دايما معي ال red circle بتاعتي وانا بقرأ اي حاجة بشاور عليها او بشاور لكم على اي صورة فاخدوا بالكم معي ويلا نبدأ مع بعض بسم الله معينا الكاراكترز اللي هي الشخصيات اللي في الكتاب معينا لازم نكون عارفينها كويس جدا 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 فيلا نتعرف مع بعض على الشخصيات اللي في الكتاب معينا معينا محمد معينا حبيبة سامي داليا احمد احمد سارا منا علي خدا كريم ويلا بينا ونشوف اي اللي بيحصل معينا في الكتاب بتاع time for english اول حاجة classroom language ايه اللغة اللي احنا مفروض نتكلمها في الكلاس ايه كلمات اللي احنا بنقولها نقولها في الكلاس علشان تساعدنا ونعرف نتكلم english في الكلاس مع التيتشر بتاعتنا تعالوا ونشوف مع بعض اول حاجة بيكتر نومبر ون الصورة الاولانية معينا التيتشر بتطلب من ال students اللي هما الطلبة بتطلب منهم حاجة بتقول لهم collect the homework please بتطلب منهم ان احنا نجمع ال homework الواجب بتاعنا collect يعني يلا لموا ال homework فهي بتقول لهم collect the homework please ودايما لما بنطلب من اي حتى حاجة زي ما بالعربي لازم نطلب لما نطلب من حتى حاجة نقول له من فضلك لو سمحت يبقى بال english لازم كمان نقول please فبتقول لهم يلا لموا ال homework من فضلكم فطبعا البنت قالت لها اوكي طيب بيكتر نومبر 2 ايه ترى ايه اللي هيحصل بتقول لهم pass out the paper please pass out وزعوا ال papers الاوراق please من فضلكم طيب يا ترى انا شايف الولد اهو معي الاوراق في ايده وحيوزعها بس في حد تاني رفع ايده كده بمنتهى الادب والاخلاق وهتقول ايه can i help can i help هي كمان عايزة تساعد ممكن انا كمان اساعد can i help وده سؤال طبعا احنا عارفين كده عشان في هنا question mark العلمة الاستفهم طيب تاني التيتشر دخلت الكلاس بتطلب منهم يلموا ال homework هتقول لهم collect the homework please قالت لها okay بعد كده في كتر نمبر 2 قد لها pass out the paper please مفضلك وزعوا الاوراق دي فالبنوتة بتقولهم can i help طيب يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده بكتر نمبر 3 ثري اتيتشر مسكة كتاب وهتتكلم وهتقول share a book with your classmate share a book with your classmate classmate زملكم طيب share a book اشتركوا في كتاب ما زملكم يعني كل اتنين في كتاب زي ما احنا بنقولها بالعربي يلا كل اتنين عدنكم ببعض يشتركوا في كتاب واحد هي دي بالضبط share a book with your classmate classmate قلنا زملك او زملتك طيب هنا حاجة جميلة جدا البنت عرضت تقول له let's use mine let's use mine يلا نستخدم كتابي او بتاعي mine يعني حاجة بتاتي انا بتقول له يلا نستخدم بتاعي هيستخدمه الكتاب بتاعه طيب يا ترى اللي هيحصل بكتور number 4 ask your classmate a question about page 24 ask your classmate اسألو اسأل زملك او اسأل زملتك a question يعني سألو عن page 24 عن صفحة 24 24 فرح الولد اللائي بيسأل زملتك what's what's he doing what's what's in the apostrophe s معانيها what is what's he doing what is he doing هو بيعمل ايه what is he doing هو بيعمل ايه في الصورة بيسألها عن الصورة بيقول لها هو بيعمل ايه طيب نحن نشوف بيكتور number 5 في حد رافعي ايده قبل ما يكلم على طول بيقول may i get a drink of water may i get a drink of water ممكن انا اشرب شوية مية may i get a drink of water 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 not right now مش دلوقتي in a minute كمان دقيقة بعد دقيقة واحدة يعني ديني دقيقة واحدة وهاخليك تشرب مية not right now مش دلوقتي in a minute كمان دقيقة طيب picture number 6 التيتشير بتقول make a sentence make a sentence with the world word night make a sentence with the word night عملوا جملة بالكلمة night كلمة night word يعني كلمة night يعني ليلة طب يا ترى حيعملوا ال sentence اللي قدروا يعملوها بكلمة night ليلة طيب هم بيكترحوا البنت بتقولي تيتشير I practice the piano at night I practice يعني انا بتدرب the piano at night بتدرب piano at night piano اللي هو القرق بتدرب piano at night بالليل okay طيب وده يبقى كده ياريت وانا كنت بتكلم ياريت ان انتو ترجعوا ورايا وتقول ورايا وكلمة كلمة تقدروا ان انتو تشوفوها وتريبيت after me الكلمات علشان نقدر ان احنا نعرف الكلمات كويس ونفهم معنى الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه طيب يلا بينا ونكمل ونشوف ايه اللي بيحصل في الكلاسروم بيكتر نمبر سابن معينا والتيتشير بتقول who can tell me the answer who can tell me the answer مين يقدر يقولي الاجابة في كذا حدا عايز يجاوب بعدما نرفع بيكتر ممكن نعمل ايه ممكن نقول الولاد بيقول I can بنته بتقول me too الولاد بيقول I can انا اقدر بنته بتقول me too وانا كمان طيب تيكون نشوف بدلا بنروح للبكتر اللي وراه لنعرف الاول الكابت ايه بالضبط يا ترى ايه هو السؤال السؤال في هنا blank في هنا فراغ وبعدين بتسأل you want cheese يبقى يا ترى ايه هنسأل بايه you want cheese عايزين جبنا cheese يعني جبنا وفي question mark والاجابة yes I وبردو blank يعني فراغ يا ترى ايه هو السؤال انا عارفة فيه كتير من اصحابي عارفين الاجابة وبيقولوا do you want cheese do d o is the answer هي الاجابة d o do دايما بنبدأ السؤال لو انا عايز اسألحد do you want cheese انت عايز cheese عايز جبنا يبقى اقول له do you want cheese يبقى اكتب d o هودا السؤال بابدأ بيه ولو قال لي yes سيقول لي yes i do طيب خلصنا البيكتر نمبر سيفن تحالو البيكتر نمبر ايت التيتشير بتقول please repeat after me زي ما نساعة كتير في فيديوها كتير وحقول لكم بردو انتو بقول لحبايبي اللي بشتغل معيهم وحقول لكم انتو بردو repeat after me فبيتقول لهم التيتشير please من فضلكم repeat after me قولوا ورايا he wants fruit مسكة سورة fruit في الصورة اللي معيها في الوراء اللي معيها بتقول he wants fruit هو عايز فكها طبعا كلهم سمعوا كلام التيتشير وبيرددوا وراها بيقولوا he wants fruit انتو كمان يريد ترددوا ورايا he wants fruit well done برافا عليكم طيب بكتر نمبر ناين انا شايفة التيتشير مسكة copybook او نوتبوك وبتقول please او شكله كتب ممكن يبقى بوك كمان بتقول please read page 18 طولهم please read page 18 من فضلكم اقروا صفحة 18 18 والبوي بيقول اللي زملته بيقول لها that's easy that's easy that's برضو that وابوسترف اس معناها that is easy بس ممكن نختصرها بنقول that's easy طيب picture number 10 يا ترى ايه اللي بيحصل هنا او انا شايفة البورد عليها حاجات كتير قوي البورد الوراها عليها حاجات كتير قوي كلام كتير وتبشير بس هو حتى مش كلام شخبطة لازم البورد شكلها تتمسح تعالوا نشوفي تيتشر بتقول ايه تيتشر بتقول who wants to erase the board who wants to erase the board من عايز يمسح السبورة who wants to erase the board او المساحة بتاعت الصبورة طيب يلا بينا خلصنا picture number 10 تعالوا نشوف picture number 11 اللي بيحصل فيها انا شايفة المسكة garbage can بسكت زيبالة garbage can garbage can garbage ام وبتقول no chewing gum in class no chewing gum in class مفيش مضغ مستيكة او انا اسكندرانية بقول مستيكة لبانة يعني مفيش مضغ البان في الكلاس please get rid of it please get rid of it please تخلص منها يعني ارميها من فضلك ارميها please get rid of it ورح البوي كان very polite كان مؤدب كدن قال sorry طبي بقتيني التيتشر سألت البوي قالت له no chewing gum in class فيش مضغ مستيكة في الكلاس سألته please get rid of it من فضلك ارميها راح البوي على طول راميها لان احنا ما ينفاشن احنا كل بينا او مستيكة في الكلاس طيب التيتشر هنا في بيت نمبر 12 بتقولهم next class تكلم على next class هم واضح نهم ما خلصوا الدرس بتاعهم بتقولهم next class الكلاس الجاي حصة الجاية you will have a test on unit three الحصة الجاية you will have عندكم a test امتحين on unit three في unit three البوي قال لها بيقول اللي زملته بيسألها which unit أي وحدة قالتلو unit three يبقى كده خلصنا classroom language تعالوا نفتكر مع بعض ونشوف do you remember ايه اللي بيحصل هنا في بيكتر number one انا شايفة احنا قلنا دي دايما بقول لاصحابي اللي متفرجوا علينا حتى لو احنا في primary one في primary two في primary five لازم نبص اللي بيكتر كويس ونعرف اللي بيحصل فيها علشان اقدر اني اقرأ الكلام وانا بقرأه حيكون اسهل علي بكتير لما بشوف الصورة وبتفرج على الصورة كويس انا شايفة في بص مدرسة في بنوطة كويس بيحصل فيها هنا في بلد وبنت وقفين هنا يا ترى ايه اللي بيحصل اه الشايفة البوي بيقول hi i am كريم احمد اهلا انا كريم احمد she is mona sami فبعا عندناه كريم ومونة شفنيهم hi i am كريم احمد she is mona sami انا كريم احمد وهي مونة sami طب يا ترى مين مين دي بس قبلها مونة هتقول we go to school by bus بتقول للبنت we go to school by bus احنا بنروح للمدرسة بالوتوبيس بالبس فالبنوطة هي مش تكلم واضح انا مش شايفة كلام هي دي هي فعلها بيدور hi i am سكرة اسمها سكرة طب يا ترى ايه اللي هيحصل بيكتر نمبر تو بتقول مونة بتقول i am wearing a red and blue dress i am wearing a red and blue dress انا لبسة red انا كمان لبسة حتى red red and blue احمر و ازرق فستان احمر و ازرق red and blue dress he is he is he is wearing a blue cap هو لبس cap لونه blue فهي بتعرفنا ان هي لبسة فستان لونه blue and red و هو لبسة blue cap و كريم بيقول i have camera and some photos i have a camera and some photos معاي كاميرا لو شايفنا في ايدو و شوية صور طيب picture number three we live in cairo هم عايشين في القاهرة we live in cairo مونة بتقول كريم بيقول here is a river هنا في river نهر there isn't any snow ما عندهمش اي سنو ما عندهمش اي تلق في الحقيقة الحمد لله مصر جواها جميل جدا يعني استمتعوا احنا هنا في انا عندي هنا في كندا السنو هنا بيبقى فضيع الحقيقة لسه النهار ده نازلت عندنا شوية سنو اللي هو التلق الابيض ده فالحمد لله مصر ما فيهاش اي سنو خالص دي حاجة جميلة جدا و مصر بتتمتع بجواها الجميل الحمد لله يبقى هو بيقول there is a river فيه نهر there isn't ما فيش there isn't any snow ما فيش اي سنو طيب يترى إلا حيحصل في بيكتر نمبر فور كريم حيقول لنا she listens to music in the morning she listens to music in the morning هي بتسمع موسيقى الصبح دايما بتكلم على مونة مونة بتحب تسمع موسيقى الصبح و طبعا هنا عايزين بس ناخد بالنا من الحاجتي عشان نبقى فاهمينها هو قال she listens فيه اس في الاخر علشان she 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 و هي لما يكون فيه verb جاي وراهم نحط اس بقى في الرب علشان he و she تمام؟ طيب يترى مونة هتقول لنا اي مونة هتقول he plays بارد اهو في اس he plays video games in the morning هو بيلعب الالعب اللي بتبقى على الكمبيوتر او على التليفون او على اي دفايس اي كس he plays video games in the morning هو بيلعب الالعب الفيديو جيمز باردو الصبح طيب سكر اي ترى بتفكر في ايه I have a snack in the morning هي بتاكل السناك بتاعها و انا شايفة معها اكل شكله حلو قوي I have a snack in the morning هتاكل السناك بتاعها الصبح طيب بيكتور نومبر فايف يا ترى اللي هيحصل شايف حاجة كتير قوي بتحصل هنا هو معينا كريم بيقول On Saturday يوم السبت Saturday I was at the museum هو راح المتحف يوم السبت بيقول لهم On Saturday يوم السبت I was at the museum انا كنت في المتحف طيب يا ترى مونة هتقول ايه I wasn't انا مكنتش at the museum في المتحف I was at the movie theater movie theater اللي هي السينما هي مراحتش معي المتحف هي راحت السينما بحلوا نق empowerه تاتي let's read it again I wasn't at the museum I was at the movie theater أنا كنت في الم 테�� movie theater في السينما طيب بيكتور نومبر 6 هي بتسأله ونا بتسأل هو هنا كل واحد بيشوف كان فين بس فيكتور نمبر سيكس سألته وبتقول له انت كنت في الموفي ثياتر فكريم بيقول لها لا انا رحت الميزيوم سكرة بتقول لنا يبقى احنا تعالوا نشوف ايه اللي حيحصل في يونت وان علشان نهرته ان شاء الله في الفيديو ده نخلصها مع بعض هي يونت وان هتتكلم عن at the camp site في المخيم حيعملوا كامبينج تقريبا تعالوا نشوف يا ترى ايه اللي حيحصل ومعينا هنا صور وبرضو نبص للصور مهمة جدا 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 انا شايفة مونة بتسحى لسه صحية من نوم فبتقول لها في بيكتور نمبر وان احي ويك اب مونة ويك اب مونة اصحية مونة يترى حيعملوا ايه ويادي هودا صحي كده صحيح وما عرفينها بيكتور نمبر تو صحيت مونة صحيت بتقول لها what time is it هودا what time is it هودا يترى استعكم دلوقتي هترد تعاليا هودا بتقول لها it's seven o'clock يبقى ساعة سبعة ووضحنا سبعة صبح it's time for breakfast ده وقت الفطار it's time for breakfast good I'm hungry واضح انه مونة صحية وقعينة جدا بتقول لها good ممتاز I am hungry انا قعينة طيب يلا بينا number three دلوقتي انا شايفة قدامي مونة وهودا ماشيين رايحين في هنا اكلة عالترابيزة وشكل كمان في عصير او حاجة هيشربوها في حاجة راحتها شكلها شكلها حل واكيد راحتها كمان حلوة لاني شايفة في كده في الصورة كأن في راحة جميلة وانا فعلا شايفة هيدا مونة بتقول ايه مونة بتقول smells good smells good يعني ريحتها حلوة جدا what's for breakfast يا ترى ايه اللي علش ايه اللي علش ايه اللي علفطار او ايه الفطار النهاردة smells good هاتها حلوة what's for breakfast يا ترى ايه الفطار النهاردة هودا بتقول we are having beans and eggs we are having we are يعني بيختصروا we are having beans and eggs هنأكل beans and eggs فول وبيض جميل جدا احلى اكل واحلى فطار في الدنيا picture number four مم حد هنا بيقول وانا بتقول ايه yum my favorite yum يعني مم جميل my favorite المفضل بتاعي الاكيد هو الفطار المفضل بتاعها بتاع ناس كتير جدا ناس كتير بيحبوا يأكلوا فول بالبيت as breakfast الصبح طيب انا شايف هنا سكرة ومعيها حد ثاني اعتقد سكر يلا بينا ونشوف ايه اللي بيحصل هنا سكر بيقولها what's wrong ايه اللي حصل i can't find my sun screen i can't find my sun screen مش لقيها sun screen بتاعي sun screen بتاعي ساعدنا علي sun block اللي هو عشان يحمينا من الشمس الكريم بتاعه الطاية من الشمس فهو بيسألها what's wrong مالك في ايه شايفها كده متوترة في ايه اللي بيحصل قالت له مش لقيها sun screen بتاعي قال لها it's next to your camera ده جنب الكاميرا اهو هناك اهو انا شايفه جنب الكاميرا هنا ده السكرين ده السانسكريم بتاعها it's next to your camera جنب الكاميرا بتاعتك oh there it is oh there it is تمام وتعالوا نشوف الورد تايم تعالوا نشوف كل واحد في الكامب بيعمل ايه وما يجابونا هنا sun screen عشان يعرفونا نحنا ما بنتلاك بيبقى الدنيا شمس والشمس طبعا علشان نقدر نحمي جلدنا نحط بتاعنا عشان نحمي الجلد من اشعة الشمس فتعالوا نشوف كل واحد هنا في الصورة بيعمل ايه بالزبط عندنا هنلاقي numbers جنب كل واحد هنا فتعالوا نشوف number one هنا ترى هم بيعملوا ايه عشان نعرفها بالفوكابلوري بالانجلش بيقولوا cook breakfast بيحضروا او بيتبخوا الفطار هما الاتنين اهم cook breakfast طيب number two listen to stories listen to stories بيسمعوا للحواديد طب يا ترى مين قاعد هنا بيسمع حواديد اهم عادين بيتكلموا ويحكوا ونسميها بيحكوا بالمصري عادين بيتحكوا ويسمعوا للحدوتة هما التالتة هما عادين طيب بهم listen to stories اهي number two number three laugh at jokes laugh at jokes بيتحكوا على انك تترفين number three number three اهم two girls عادين بيتحكوا على النقط طيب number four climb a mountain climb a mountain وحين نقول climb will be silent ما بننتقهوش climb a mountain طالعين على القبل اهم شايفينهم number four اهي طالعين على القبل climb a mountain يعني نطلع القبل طيب number five watch the sun rise watch the sun rise sunrise يعني شروق الشمس هما بيتفرغوا على شروق الشمس اهي number five الشمس طالع منظر جميل جدا الصبح طبعا وهم عادين بيتفرغوا على sunrise شروق الشمس number six play cards بيلعبوا زي كوتشينا او cards بيتفرغوا cards number six هم عادين على table او bench وبيلعبوا cards play cards number seven wash the pots and pans wash يعني بيخصل بيتفرغوا بيخصلوا the pots الحلل والطاصات the pots and pans pan الطاصة و pots الحلل بيخصلوا wash the pots and the pans يترى في number seven مين شايف معايا اهي number seven قاعدين بيخصلوا طبعا في camp فأكيد حاطين بس زي بوضس فيها مية أو كده مية بصابونة وبيخصلوا الحلل والطاصات اللي أكلوا فيها طول النهار طيب number seven clean the tent tent اللي هي الخيمة وعندنا هنا في الصور عندنا خيمة وهي she cleans the tent هي بتنضف التنت أنا شايف معايا وكنيسة بروف بتلم التراب فclean the tent اهي number eight وعن في كذا tent أو خيم tent tent يعني خيمة طيب احنا عرفنا كده كل واحد هنا بيعمل ايه وبيلعبوا ايه بالزبط تعالوا يلا practice time وتعالوا نشوف في عندنا question بيقول did you cook breakfast did you cook breakfast يا درا طبغتي أو حضرتي الفطار cook هي مفروض طبغتي do you cook breakfast طبغتي الفطار yes I did أو no I didn't I played hard طيب احنا لم يحد يسألنا سؤال سواء بقى طبغتي الفطار أو حضرتي الفطار أو لعبتي كذا ولا روحتي كذا لازم بنسأل do you cook فسأل سؤال يعني انت عملت كذا حضرتي كذا ده يبقى في الماضي did you cook breakfast طبغتي الفطار لو yes هقول yes I did yes فعلا انا عملت كذا yes I did طيب لو no هقول no I didn't didn't يعني هوحة تهالي didn't did not بس باختصرها برضو واكتب didn't يبقى no I didn't طب اقول انا عملت ايه بدل ما عملت الفطار او طبغت الفطار I played cards طيب انا لما اقول no I didn't خلاص انا كذا بكلم في past فلو ما ايجي اقول انا حامل حاجة تانية لازم اقول انا انا اعملت حاجة تانية الحاجة اللي انا عملت دي لازم تكون في past فما اقدرش اقول I played cards لازم اقول I played cards لازم الفرب عندي يبقى في past علشان اقدر ان انا امشي صح في grammar يبقى no I didn't الفطر I didn't ما عملت انا played I played cards انا لازم بال cards عشان كده هو مديني هنا verbs مديني افعيل في present او في المصدر بتاعها وال past بتاعها لازم نعرفهم حاجة دي لازم تتعرف يا جماعة يعني play ده في ده ده المصدر play انما لما اقول play ده 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 كل verbs ستبقى في past لا في verbs كثير ما ينفع ان اضع ده ده تبقى في past بس هنا examples او الامثلة اللي هومي دهاني لسه ما اتكلم على verbs دي احنا هنا منتكلم على verbs اللي اللي هي بتنتهي او بنحط لها ed لما تبقى في past تمام بس معلومة لازم نبقى عارفنها ان في verbs كثير هندطر ان احنا نحولها تبقى كلمة تانية مش بس احط لها ed عشان تبقى في past طيب تعالوا نشوف ال verbs اللي ممكن تبقى اللي بتبقى في present وهط لها ed علشان تبقى في past اول واحدة ما الاسف انا مش شايف ها كويس فمش عندي watch يبقى watched watched listen listened play played laugh laughed wash washed climb climbed clean cleaned watch هد بتفرق watch listen يسمع listen تبقى listened play يلعب played laugh يتحك laughed او تحك يبقى wash بيخسل washed تصل climb يتسلق climbed تسلق clean نضف cleaned تمام وينما قوي نحن نعرف الverbs لازم تتعرف كويس عشان لما اقدر اتكلم في past اعرف اتكلم وغير الverb مع يعني طيب تعالوا يا جماعة نشوف هنا وينحل مع بعض وبيقول listen and repeat listen to me repeat after me then practice with a partner يلا هنعمل practice مع بعض نتدرب احنا مع بعض هنا بيقول السؤال لازم انا اعمل السؤال واقول الاجابة بتاعته هنا بيقول لي هو غسل الحلل والتصاد طيب السؤال برافو عليكم انا كتبة هنا الاسئلة بس خليكم معايا مش لازم نقرهم دلوقتي احنا بنحل مع بعض did he اقول ايه wash صح هقول wash ليه لاني لما اقول did او do او الحاجات دي لازم الverb بعديها يكون في المصدر بتاعه did he wash the pots and pans فحقول yes he did تمام يبقى بعمل السؤال والاقابة وهنا لو نوب تعالوا نشوف هنعمل ايه طب الاول السؤال عندي they climb a mountain هقول did they climb a mountain did they climb a mountain احيانتي number two did they climb a mountain وبيقول no هقول no they didn't طبعا عملوا ايه لازم اتجيلوا الحاجة اللي هم عملوها التانية لازم اقول they watched the sunrise هو هنا كتب لي watch the sunrise في الصورة هم عملوا ايه شايفوا sunrise يبقى لازم اقول they مونش watch او watched حكا حصيت في past they watched the sunrise طيب number three number three بي يس هو بيقول اسألي she cleaned the tent يبقى did she clean the tent mountain سأقول وديكم لتانية عشان بس محدش يتلغبط معي طيب picture number five يلا بينا وانتو هتعملوها لوحدوكو انا اعرف they they cards هاو اي did they play cards did they play cards no they didn't عملو اي they listened صح listened to stories هم ما قاولو يسمعو حكايات ما رحوش عملو اي ما لعبوش cards طيب number six you laugh at jokes القوشن بتاعي يبقى did you laugh at jokes yes i did excellent براف عليكم ياريت نتدرب على questions دي مع partner او مع اي حد معنا في البيت علشان مهم جدا conversation دي المحادثة دي بالانجلش نبقى عارفين احنا منتكلم ونقول اي عشان لسان ناخد على الانجلش ونتدرب على الانجلش اكتر طيب phonics time عندي هنا review على شوية sounds بتاعت the letters تعالو نسمع مع بعض ونشوف ونقرأ the sounds دي review ch chair sh fish th mother th th three three br br bread pr pr present gr gr green tr 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 tree dr 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 drum cr 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 cry sl sl slide pl 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 plane fl 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 flower s p sp sp spoon sn 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 smile sn mh 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 اكتب الصور دي الزي طيب mother has number one mother has a fish الام عندها او معيها fish مع سمكة she puts the fish on a dish she puts the fish on a dish هي حطت السمكة في طبق في dish يترى مين فيهم number two mother sees شايفت a tree شجرة she sees three هي شايفة three ثلاثة يترى انهي سورة number three mother is an sorry mother is on a plane the plane is over Spain والتيارة ماما في الام في الطيارة والتيارة في اسبانيا طيب number four mother eats some cheese ماما بتاكل جبنة mother drinks milk and eats honey from bees ماما اكلت جبنة وبتشرب لبن او حليب وبتاكل عصل من النحل honey from bees طيب اول واحدة mother has a fish she puts the fish on a dish ماما معا فش وحطتها في الدش مظبوط هي الصورة دي برافو عليكم مع سمكة ومعيها دش والسمكة on a dish برافو عليكم طيب mother sees a tree ماما شايفت او الام شايفت شجرة شايفة تلاتة اهي هي البيكتر دي اكسلنت تضحط جنبها او عليها number two number three mother is on a plane ماما في الطيارة the plane is over Spain شايفة او في هنا plane وفي الام هنا ومعدية على سبين مكتوب تحت مدريد دي الcapital city او العاصمة وعالم اسبانيا او طيب يبقتي number three برافو عليكم طيب number four mother الامن eats some cheese بتاكل جبنة mother drinks milk and eats honey بتاكل عاصل from bees العاصل من النحل هي هي دي الصورة بتاكل جبنة جبنة هي طينا قدامها طيب يلا بينا ونشوف conversation time وقت المحادثة تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل هنا read and circle تحالوا نشوف number one wake up muna watch tv muna يا ترأي صح اللي حصل wake up muna excellent ورافو عليكم number three it's كد قلت لها three ولا seven o'clock it's time for school ولا breakfast نعرف اصحاب يعرفين it's seven o'clock it's time for breakfast excellent رفو عليكم طيب number four good i am hungry ولا i am happy يا ترى هي لما عرفت انه هو وقت breakfast وقت الفطار قالت لها ايه good i am hungry excellent قالت لها i'm hungry رفو عليكم number five looks ولا smells good يا ترى لما شافت البريكفست لما شافت الفطار اللي كان beans وأج فل وبيت قالت لها looks good smells good what's for breakfast يا ترى ايه smells good what's for قبل كده قلت بريكفست ما قلتش كمان يبا smells good what's for breakfast رفو عليكم طيب number six we are having beans bird and eggs ولا ears we are having عندنا يا breakfast beans فول ولا أصفير ولا أصفورة and eggs بيض و ودين حاجات ملهاش عالك but we are having beans excellent and eggs رفو عليكم طيب number seven yum they are favorite ولا yum my favorite my favorite excellent أحلى حاجة عندي مفضلة بالنسباني my favorite أحلى أكل طيب تعالوا نشوف هنا read and match عندنا هنا شوية pictures تعالوا نقرأ ونشوف نقرأ الأول ونبص على pictures number one what's for breakfast we are having cheese and bread تعالوا نقرأ ثاني what's for breakfast يترى إين الفطار we are having عندنا cheese and bread جبنا وعيش يترى مين من دول نقرأ ثاني what's for lunch we are having rice عندنا rice روز fish and fruit وفكها يترى مين مستور دي فيها فكها what's for dinner إيه عندنا للعشة we are having we are having cereal عندنا أو حنيقل cereal اللي هو زي corniflex we are having cereal and juice وعصير طيب تعالوا نقص البيكتر نزول نشوف أنا شايفة هنا في أول بيكتر فيها fruit فيها rice فيها fish هنا فيها cereal juice هنا فيها bread وشيز طيب تعالوا بقى نشوف يا ترى what's for breakfast we are having cheese and bread صح هي دي excellent what's for lunch إيه اللي في الغداء we are having rice fish and fruit عندنا رز وسمك وفكها صح أو الصورة رفع عليكم what's for dinner إيه اللي العشة we are having cereal and juice أهي هي دي cereal excellent برافو عليكم طيب word time read and circle تعالوا نبصوا لكل picture ونعمل sentence أو يعني نجمع كلمات مع بعض هنا عندي فيه climb وكوك أنا شايف أنها مش بتطبخ climb تتصلك وكوك يعني تطبخ هنا climb طيب طيب فيه عندي computer وفيه عندي mountain computer وهو computer mountain وهو القبل وعندي أ وأن طيب أ mountain بالضبط كده لشين mountain أولها أم مش أولها أي أو الكلمات اللي قدر أحط معيها أن يبقى أحط معها أ climb أم طيب number two يا تروا ما بيعملوا إيه listen ولا laugh at two stories sunrise أنا مش شايفة sunrise 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 الشروق أنا مش شايفة sunrise بس شايفة stories ومش شايفهم بيتحقوا شايفهم إيه listen excellent at ولا to listen دايما تبقى two بضبط listen to stories هما عادين باسما والحواديد طيب number three أنا شايفة عندي هنا في tent وشايفة حد مسك فرشة وقردل يترى بيعمل إيه في عندي climb وعندي clean the two pans tent أنا حت شايف pans أنا مش شايفة pans أنا شايفة tent تتكروا pans اللي هي الطاصة أو الطاصات طيب هو بيعمل climb ولا هو بيعمل clean clean excellent clean clean two ولا clean the clean the tent طيب number four يترى يترى هي قادة بتعمل إيه أنا شايفة فيه sun أهي طيب listen هي قادة بتسمع والقادة watch بتشوف the your sunrise pot sunrise شروع الشمس البطس برضو اللي هي الحلل طيب هي قادة بتعمل إيه watch the sun rise قادة بتشوف شروع الشمس رب عليكم طيب number five يترى هما بيعملوا إيه play ولا bake هما بيلعبوا ولا بيخبزوا حاجة bake يعني خبز بيخبزوا طيب لا play طبعا play cards ولا jokes jokes نكت cords ليه زي كتشينة بالظبط كبه طيب number six يا ترى هي قادة بتعمل إيه cook ولا بتعمل إيه في عندي bedroom في عندي أو call هنا مكتوب أو breakfast هي بتطبخ cook وإيه cook breakfast برافو عليكم تمام كده طيب في عندي هنا كمل تعالوا نشوف هنعمل فيها إيه look and write i am watching يا ترى هي بتبص على إيه the sun rise برافو عليكم the sun rise طيب number two he isn't washing هو مش هو مش مش بيخسل هو أكيد بيعمل حاجة تانية أنا شايفة هو طالع هي اللي بتخسل بس هو أو ده لا ده مش the rocks هو بيعمل حاجة تانية مش بيخسل المعين he isn't washing the pots and pans he isn't washing the pots and pans هو بيعمل حاجة تانية مش بيخسل the pots and pans pans تمام طيب تعالوا شوف هما بيعملوا إيه هنا هما بيقولوا we are we are هما بيعملوا إيه chords playing chords we are playing chords طيب هي بتعمل إيه number four she is cooking breakfast cooking breakfast excellent تمام كده طيب تعالوا نشوف يا هندي practice time يا ترا هنعرف نعمل question ويهي الانسر بتاعتها من البكترز دي يلا بينا number one هو بيقولي write the questions and answers أكتب الأسئلة والإجابات من خلال الصور من خلال الكلمة اللي هو متهيني هنا number one بيقولي you بيحامل السؤال بتاعي اللي هو did فاكرين did you play chords واضح إنه لا لأن الصورتين مختلفتين هي هنا بتلعب chords أو هو بيسألني هي لعبة chords بس هي ما لعبتش chords هيا شافت إيه الصورتين بالضبط يبقى السؤال did you play chords no I didn't I watched the sun رايز برافاليكم طيب number two did he cook breakfast excellent did he cook breakfast وانا شايفة إيه اللي بيحصل هنا بقى في الحقيقة يبقى yes ولا نو yes يبقى الأول السؤال did he cook breakfast أو did he cook breakfast yes yes he did yes he did طيب number three شايف هنا تنت شايف هنا تنت برضو يبقى السؤال did she clean the tent did she clean the tent yes she did ومعانا نوبر four they وطلعين climb وعندي بكتور مختلفة عن اللي هنا فحاسأل إيه أول did they صح climb a mountain no they didn't they listened to stories كان قاعدين بيسمعوا لي هداويد أو الحكاية يبقى no did ماشينا الرحم الأول did they climb a mountain no they didn't they listened to stories طيب تعالوا معنا هنا picture وفيها numbers وهنا لازم نعمل السؤال أو نعمل الإجابة بعدين برضو هنا نبقى عاملين السؤال طيب number one في number one احيه طيب تيكون نقرأ أنا شايفهم بيعملوا فيها tent وفيها clean طيب يترى السؤال ايه did they cook breakfast ان شايفانهم بيعملوا ايه did they cook breakfast no they didn't بالظبط هنا في they لازم لما رد أقول they برضو no they didn't they cleaned the tent رب عليكم no they didn't they cleaned the tent طيب number two اهي طيب هي الحقيقة number two انا مختلفة في الصورة انا مش عارفة الصورة هي بتعمل ايه بالظبط انت بس الواضح ان هي مش بتعمل اللي بيقولوا في السؤال لان في السؤال بيقول did she laugh at jokes did she laugh at jokes هي مش بتعمل كده هي اكيد بتعمل حاجة تانية انا الصورة بس مش واضحة عندي كويس فاكيد انتوا في الكتاب واضحة عندكم بس هنقول no she didn't وانتوا شوفوا هي بتعمل ايه ويجوبها طيب اه اه number three هنشوف معينا السؤال ونشوف الاجابة بتقول yes he did يبقى يبقى لازم السؤال عندي لما اسأل ابقى اسأل احط he طيب number three اهيه واضح انه هو صح بيتحك بيتحك على الجوكس مضبوط يبقى السؤال يبقى did he laugh at jokes did he laugh at jokes يبقى yes he did فعلا ده اللي بيحصل في السورة طيب number four عندي نشوف السؤال وعندي بيقول yes they did ايوه فعلا هم عملوا كده هم عدين بيعملوا ايه صح بيغسلوا البانز والبات صح كده يبقى did he هقول ايه they عشان فيه they هنا في الانسر في الاجابة did they wash the pots and the pans yes they did اكسلنت برافو عليكم طيب براكتسينغ الفونيكس او فونيكس تايم سركل and write نعم السركل على الاجابة الصح بكتور number one عندي شورت فهي طرحة من السركل على ch ch ولا th ولا sh قولت شورت اكسلنت sh برافو عليكم طيب number two present اكسلنت plane صح كده plane sorry plane number four هاي بكتسامة smile اكسلنت number five غر ولا three ولا sh three اكسلنت flower flower برافو عليكم طيب the chair يبقى ch اكسلنت th number three صح كده طيب تمام وكده يبقى احنا خلصنا النهاردة كمية كبيرة اوي 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 فاول الكتاب بتاع time for english برافو علي 5 غطينا في classroom language غطينا في do you remember وغطينا في unit one كلها بالworkbook كمين فطبعا كده عملنا شغل كتير اوي النهاردة شكرا ليكم ان شاء الله هنكمل قريب جدا استنوا فيديو unit two و unit three ان شاء الله ضايت لما نكمل term one بإذن الله طيب بشكركم و يريد تعملوا سبسكرايب للقناة عشان هكمل لكم المنهج بإذن الله و برضو اصحابي primary four primary six استنوني في time for english هنبدأ ان شاء الله نشتغل في مع بعض بإذن الله اعملوا سبسكرايب و لايك للفيديو لو استفدتم بشكركم و باي اعملوا سبسكرايب